في ظل اهتمام الحكومة الاتحادية بالمناطق المحررة وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شيع السوداني تم وضع حجر الأساس لقرية كوجو الجديدة لتكون أنموذجاً للبناء والإعمار ومدى الاهتمام الحكومي بملف هذه المنطقة التي تعرضت لعمليات القتل والدمار والتخريب على يد العصابات الإرهابية هذه خطوات حقيقية تبدل بقبل حكومة المحلية والاتحادية من أجل تسجيع عودة النازحين كذلك باشرنا بصرف مبالغ التعويضات للمتضررين من أبناء قضاء السنجار والإزيادية خاصة إضافة إلى عملية تمليك الدور الخاصة بالإزيادين هذه الخطوة إحدى الخطوات التي تنسجم مع رؤية الحكومة الاتحادية في دعم أهل هذه القرية وتعويضهم لما فقدوه من دور وممتلكات اليوم نحن في كوتشو وهي رسالة دعم من دولة الرئيس وحكومة سيادة إلى الأهالي ودوي الضحايا بدعم المستمر لسنجار ودوي الضحايا وكوتشو هذا المشروع يعطي رسالة إعمار وبداء الخطوة وأيضا الإطلاق بمشاريع حكومية وطنية جديدة مساعي جادة تأتي تطويرا للمناطق المحررة من خلال إقامة المشاريع المنوعة فيها وبناء قرية كوتشو الجديدة في قضاء سنجار هو إنعكاس لمدى اهتمام الحكومة الاتحادية بهذه القرية بناء قرية كوتشو الجديدة صورة من صور اهتمام الحكومة الاتحادية بملف إعادة النازحين وضمان حياة كريمة لهم من قضاء سنجار بمحافظة نينوان وفاون العراقية الإخبارية